يفاهم الكلماليك عليش نحكيه على الموضوع هذا اليوم لأنه خرجت بعض الأرقام مؤخرا من بداية العام الجديد 2024 حتى الانهار 19 فيفري تم رأسة خمسة جرائم قتل ضد انسي هذا تقريبا نحصل في شهر ونص فقط أعطينا رأيكم في الموضوع هذا هل من حلول لمقاومة الجريمة بصفة عامة في تونس والجرائم ضد انسي هل من حلول دي وقف قتل انسي في تونس وانتم تعرفوا أكيد ويننا نتكلم يجيل بالكم أمت لا عدة لتونسيات قتلوا كل واحدة بطريقة ما نحكيه حتى للتعرض للعنف وتعرض لمحارة القتل نحكيه على جرائم القتل ضد انسي للأرقام الحقيقة تخوفنا برشا نحصل وإحنا مناش في مأمن في بلادنا رغم أنه تشريعات موجودة القوانين موجودة ولكن عليش هالجرائم هذية عليش قتل انسي مو تواصل وبالكيفية هذية رغم نحكيه على خمسة جرائم في بداية العام هذ الفين واربع وعشرين في شهر ونص فقط نسمعكم نسمع عراكم نسمع كل مقترحاتكم وطلبونا على الواحد والتلاثين لثمية وثمانين الفي الخلال الوين موجود في القوانين في التشريعات في المجتمع في التكوين في النفسية هي تنحل ونطرح الموضوع هذة من كل جوانبو هي تنحاول زد ان نلقاه حلول احنا مزلنا معاكم وراجعين معاكم حضر الساعتين نسي مسافي في الاعداد دمي ناس في الاخراج ايمانو ايهب على ايفام تي في معاكم جهان بن عبدالله ومرحب بكم في الكلماليك لليوم ايفام ايفام الكلماليك الكل مليك انت وين ما كنت تسمع فينا للسيدات والرجل زيدا نحبو نسمع كل تونسا بصفة عامة عليش نحكيه على ارقام كبيرة تخص جرائم القتل زد انسي عليش نحكيه على تقتيل النساء بالكيفية هذية انا اتفاجأت به الرقم وخوفني الرقم وكان مفزع هذيك عليش حابيت نحكيه فيه اليوم الاحسائيات مثالش خننصبوهم لأصحابهم هما صدروا البيرحة اليوم هما لجمعية أصوات نساء وجمعية المرأة والمواطنة بالكيف اللي عطعنا الرقم هذا اللي فيه خمسة جرائم قتل نساء منذ بداية الفين وعشرين حتى التسعتاش فيفري الفين وعشرين اول تليفون اليوم يجينا من سليمين مرحبا بيك يا شيم أهلا وسهلا مرحبا بيك يا سيدي مرحبا بي سليمين الكل كين الغديو محلول لو تسمحها تسكروا بش نجمو نسمعوك بالواضح حاضر شكرا لك يعطيك الساحة تفاضل سيدي نسمع فيك يا أختي نسمع فيك يا عيش والله الجرائم القتل في تونس فهمت والله اليوم في التسعة واربعين يوم خمسة مساء فهمت والله أنا أنا الحكت هنا كلام الرسول وكلام ربي قال لي يخط النفس متعمد يلزمه لأعداء موتي يعني بنسبة لك أنت تقول التطبيق الأعدامي نجم يكون هو الحاجة الوحيدة الردعية بيش نقضيه على الجريم ومتلبس فهمت وعمل جريمت وكركس وقتل المرأة ولا اكتر راجل فهمت سيلا مهم شوز القتل قتل فهمت ولا اقتل متعمد بجريمت وفهمت ويلزم ما طول زيادة في تدرى شر وكتدي المالي مازالوا محروجين يلزم المالي المتوفي مازال محروجين يلزم يتعدل فهمت سيهشيم هي بلدنا لا 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 ما تنفذش حقوق الانسان لا 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 ما تذليش حقوق الانسان سمحمي سيهشيم جوز باش نعطي رب يفرج عليها ويفضلها ويعطيها صحة على لعملته الكل في مسيرتنا لا لا في الامورة دي خطيحة فهمت ولا تسقط على روحها هي ويجمعت حقوق الانسان هي اللي اقتل هي تقتل اللي يلزم نمشيوا باكلام المولى احنا سبحانه وتعالى سيهشيم عندي سؤال لك ها مش بش ندخلوا في تفاصيل فقط بش نذكر المستمعين وليهما على علم بهذا وانه بلادنا مازالت تحكم بالاعدام ولكن ما تنفذوش واخر تنفيذ لحكم الاعدام كان في حق مجرم نابل صفاح نابل اللي هو ناسر دامرجي وكان هذا الاخير الذي نفذ في حقه حكم عندي سؤال عندي سؤال اذا تنفذ حكم الاعدام في انسان وهذا يا سار في بلدين العالم الكل وفي بلادنا عندي المثال طبعا بعد نعطيكم الحكاية اذا تنفذ حكم الاعدام في حق انسان من بعد تبين براءته وش عملنا هوني كفيش نصنف على الخطأ لا لا انا خطلك مدام ومستعرف بجريمته وعملنا التشخيص متاع الجريمة ولا دلنا الكل ضده صمت ولا والناس تتشجع القطر على خطر يعرفوا اخر عدام التطبق عن ناصر قدام لشي فهمت ولا يعرفوا تونس ما التطبق نصر عدام انه على تلي التطبق مش يولي يتطبق قانون العدام في تونس ما عادش يصير القطر ما عادش يصير القطر اشنو هو واحد يقتل نفس هكا وولد ولا امرأة ولا راجل مش عيب سعاد على بورتابل يضرب طفلة بسكينة ولا يضرب راجل بسكينة تليفون بثلاثين الاف اقتل ومجدود فهمت ولا ومدان فهمت ولا يتقتل نتيك ساحة سيشين فما باشت وين سراء هم ويفقينك في الرأي هذي ولكن هما شقة كبير يرفض اي انت تقول على الاقل هيت خلينا عنا نرجع لتطبيق الاعدام انا من ويفقك شراء سراحة من عرش انتم عطيوا رأيكم في هذا هو اليوم نحكي وعلى الجريمة وعلى تقتيل النساء ولكن ميسا لش افتحت لنا انت سيشين باب اخر لنقاش وما رح بابي كل تليفونيتكم على الواحد وثلاثين تلاثين تلاثمين وثمانين الف يظهر لي فما حلول اخرى النجمو نلقاوها باش نقصو من الجريمة في بلادنا باش نقصو زيدا من تقتيل النساء ويظهر لي النقاش يلزمو يهزنا اكثر لحقوق المرأ في بلادنا عليش يتم الاعتداء على النساء هذوم ونعرفه زيدا وبالارقام اللي كنا حتى تحدثنا عليها في السيبق وانه الجريمة رهي ما تفديش مباشرة بالقتل والجريمة لكن ليه فما حاجة تسبقها فما العنف اللي يسبق فما محاولات القتل اللي تسبق بعد تصير الجريمة فيظهر لي من البداية منذ العنف وبداية العنف يلزم اتصدليه باش ما نصلوش للجريمة يلزم زيدا فما اراء تقول انبتوا في القضايا بسرعة في ساعة في ساعة نصدروا الأحكام وخلي الناس اللي عملت جرائم هذية تتحاكم عليها بالقانون ولكن هون ما نحكي على الاعدام بتيتا لانه موضوع النجم نحكي فيه ولكن بلادنا ما تنجمش تتراجع فيه لانه هذية مكسب النجم وقلو وبيتحافظ الناس اللي ضد الفكرة هذية خاطر راو فما نيس نجم تمشي في الساقين ويتم اتهامها ويكون فما شهود وحاليا عن الحالة موجودة في سجوننا التنسية سيمحوني هكا غاب عليها الاسم ما تنذكرون بعد شوية نعطيكم اسم القضايا وعنوانها لمحكم بالاعدام استعرف في فترة ما تحت التعذيب يمكن وتفاصيل الملف غبت عليها توا ولكن بعد سنوات عديدة وهو قابع في السجن ومحكم بالاعدام تبين برأت ولكن ما زال ما تمتش اعادة النظر في الملف امتعه بعد سنوات طويلة كان ينجم الانسان هذي اذا كانت بلادنا نافذ حكم الاعدام فكان ينجم يموت من بعد نكتشفه انه كان بريء فكفيش نصلح الخطأ هذي حسي لموضوعنا اليوم كما قلتلكم هو قتل الانساء وزننا نسمع فيكم على الواحد وثلاثين تيثامية وثمانين الف من نيبل معنا ايمين اهلا وسهلا مرحبا علي فان قصتليفونا كلموها ايمين فما حتى مشكل في انتظارك احنا يا ايمين وانتم اللي تسمعوا فينا كلمونا على الواحد وثلاثين ثلاثمية وثمانين الف نعرفو في تونس وانه فما في رق مختصة لمناهضة العنف ضد المرأة فما في رق مختصة تمشي لهم انساء في حالات اللي يتعرضوا فيها للعنف تشكيه توصل من ناشتين في المجتمع المدني يقولوا راهو المجهود ناقص يزن نطوروا اكثر الفرق هذوما يلزمهم يخذوا لحالات الاعتداء على انساء بجدية لانه برشا منهم يشكيوا المرة الاولى ويتراجعوا ولكن من بعد نلقاه وانه تم الاعتداء عليهم اكثر ونجم يوصل حتى للقتل فهذا هو موضوعنا لليوم شكون معنا شكر اهلا وسهلا نبيل نرجعوا لكيمين في انتظارك نبيل اهلا وسهلا مرحبا عليك مرحبا عليك مرحبا بك من يل نبيل تكلام فينا توا على البولان كاعدة نسوق من تونس من تونس مرحبا بك الوصف الدقيق اي اي مرحبوش بخلفة مرور مرحبوش وانتي تحكي في تلفو لانا ديزان نتاو بشتقب عليمين ناخو شوية بارك من وقتكم جريك في كور فمسا على خلال ترشوف بيش نحكيه جوث معناها على لذكس معناها بنسبة الجريمة نحنا هنا في تونس رأوا الجريمة بقادة ماشية تطور موش في تونس برك ماشية وتطور حتى في العالم الكل حتى اساليب الجريمة دوك لذان بيستيغاتيان وليذان بيستيغاتير ذات يزمهم يتطوروا يتطوروا من رواحهم بيش معناها ما يمشيش معناها تمشيش عبادة في الساقيين ما عملت حد شي أنا مع السيد اللي كنتكلم قبلها على حكاية معناها بيش نرجع التطبيق حكم العديم أنا جو سيتوتا في باكوغمعة بوردو عليش على خاطر الأخوة يقتل تروح الأخوة تطبق عليه حكم العديم نحنا المشكلة هنا في تونس بدا عندت مشكلة لنبيني تي لنبيني تي هو اللي يخلي عبادة تنشي تطور معناها في الجرائي وفي بشا حاجات معناها اليوم يعمل العملة تشد بسرقة تشد درب واحد في وجهه ولا تغره ولا اشتوى ثم بعد شهرين لتجهود لقاء يحاوص مناجم يهرب من العقاب ولا ما ينالش الجزاء اللي يناجم يكون نارد داي المشارعة التونسي يلزم زادة إدوامة خاجو نصوص القوانين بتاع على فتح نحنا تتو متلنا قاعدين تبقوا نصوص قانونية قديمة يسر اللي هي لا ترتقي معناها الجرائم اللي قاعدة تصير في الوقت الحاج ثم دونك تشوكتو تا وحنا زادة في تونس لذلك نختمو على معناها مقاومة الجريمة لذلك نعملو معناها نختمو على الوقاية من الجريمة ثم كيفش تشوف هذي كيفش ناجمو نختمو على الوقاية من الجريمة الوقاية الوقاية شوف يفو ماتخين ستخطيجي هره إذا ما تختب على ستخطيجي معينة فمت عليش خاطر أنت تشتوصل بس كيف جريمة شوف أقبلها شنو وليسنبع دكو خاطر الأسباب والأصابيبات معناها يونها ديميلية ديميلية مش يوصل معناها إكس ولا إجريد إكو مي معناها ماتر ورا اللي هو دونك انت تشتخدم على برنامج اللي قايم الجريمة ديبو فرشي جريمة لأنها تنوية من الجريمة فمت تخصي ديبو ميسنش خاندي نتناقشو معك بما أنه مولم عندك أفكار في الموضوع هذي يا نبيل فما أرقام أخرى تقول الإحسائيات اللي قدموا هنا وهي إحسائيات رسمية وأنه معظم إنسي اللي تم قتلهم في تونس يأما يتقتلوا على دين أزواجهم بنسبة كبيرة وإلا أحد أفراد العائلة ويني نجم يكون اللبو أو أحد الأقارب ولا الأخ ولا حاجة كما هاك فالمرأة هذية الإشكال ما وصلناش للشارع فهي مهددة في حياتها في وسط المحيط الأسري امتيحة هوني ما تشوفش إنه لازم نخدمه أكثر على العقلية زيدها باش نحسنه باش نقصه من العنف خطر بداية العنف هي اللي توصل للإجرام هذية في وسط المؤسسة بيدها في وسط الدار بيدها في وسط العائلة ما تشوفش وإنه نحنا كالتوينسة يلزمنا نلقاوا طريقة من الروضة مثلا من البداية باش نحاولوا ننجو مجتمع متسامح مش مجتمع عنيف كما اللي قاعد ينشوفوا فيه والعنف وقاعد يميرس فيه على أقرب الناس ليه احنا نمتل عيش متعنا في تونس راهو تبدل بكة المئة وستين درجة انا بوعنا نحكي معا بوع من وليد سبعينات انا كنتفكر عمي وبابا معنا العائلة معنا الكموزيزيون تاع العائلة في فيش والإحترام ومباشر حاجات يه عليقة باللي موجود تاو باللي نيشوفي تاو باللي عايشين ولي جنراتيون اكتوية عندك المشكل الموقف اللي ولا موجود في العائلة راهو معندك شي فكرة هزي معناها خلق معناها العائلة تقدر التوازن من تاحها عليش تاعة تاعة ثم تلقاهم اللي باغوهم مع وليدهم ثم تحكيو بالمسانجر فيسبوك وهم مع بعضهم فيو بصدار ثم شنو ثم برشا بلسور اللي هوم يكونوا معناها سلم منتي أثبت مننا وأثبت مننا وأثبت مننا وبعد تلقى ثم معناها غزيكة معناها خائطة معناها بالعائلة يطلعوا الليوليد معناها الغالب عليهم ثم تشنو دوكرة وتوتيبوا لاتيف معناها بشرة حاجات معناها هي تساهم يحكي معناها بش نوستو للجريمة بشفة عامة وأكثرها وهي تقتل سياتيك ساحة يا نبيل شكرا لك سياتيك ساحة شكرا لك لك المستمعين نحنا لنا مازلنا معاكم حتى لساعتين بش نارجون بعد شوية البنزار تكون معنا أنور نذكركم موضوعنا اليوم نحكيه على جرائم قتل نسي نحكيه على التقديل نسي نحكيه على خمسة جرائم قتل ضد نسي أرتكبات في الفين واربعة وعشرين معناتها في شهر ونص تقريبا حتى لتسعتاش في فيري راجعين معاكم بعد شوية خليكم معنا في الكلمة ايا فام ايا فام الكل مبيك حبة تعيش جو الليسي وتتفكر ايا ماتك مرحبا بيك في ايا فام سكول كل نارا حد من ماضي ثلاثة للخمسة متع العشية وفي كل حلقة زوز معاهد من مختلف أنحاء الجمهورية يلعب على لقب القلم الزهر القا شعر موسيقى تمثيل وأسألة ثقافية كل حد عشية ايا فام سكول بالشراكة مع وزارة التربية على ايا فام احلى راديو ايا فام انتم تسمعوا في ايا فام الكلمة لي على ايا فام احلى راديو اهلا وسهلا مرحبا من جديد الكلمة لي كنت شوين ما كنت سمع فينا كلامنا على 31 98000 اليوم نحكيه على الجريمة في تونس ولكن مش بصفة عامة نحكيه على الجرائم ضد النساء نعرفوا انه عنا قانون يحمي انسي نحكيه على قانون 58 ولكن فما دعوات فما طلبات فما ارى تقولوا انه القانون هذية مش قاعد يتم تطبيقه بسرامة فما ناس ما تطلبش بالاعدام كما المدخلين اللي كانوا معنا ولكن فما ناس الطالب بتطبيق القوانين كما يلزم مثلا من بنيتهم وانه السجن عقوبة السجن مدى الحياة الناس هذو ما يرتكبوا جرائم قتل ما يخرجوش في عفو ما تعطيهمش فرصة ثانية وانهم يعودوا يرجعوا المجتمع الا ما يقضي العقوبة كاملة اذا كانت مدة معين او السجن مدى الحياة فارأم متفي وتم مختلفة مازالنا نسمعكم على الواحد وثلاثين وثمانين الف من بن زرت انور اهلا وسهلا مرحبا علي يا ثامي عسلامة عسلامة مرحبا بيك يا سيت وبيك عايشك لأنا أنا اللي بش نقوله هو اقتراحات حلول انا الرأى كمواطن اللي الحلول سائلة ساء نوقفه نزيف نوقفه نزيف الجرام على المرأة شرتو نشوفه الدول اللي خير مننا في الحلول هذية عبشنا تكلمين سلسونا شغطة في الدولة دي ما نفهمش علش متنا جامش تتطبق في تونس سائلة يس المرأة اللي تتعرض العنف العنف معناها احنا شرتو ما كتعرف عنف زوجي مكثري وكل جمهورية يسمح لها بهاتف جوال خاص يعملوه فيه بوطن واحدة تيجيها خطر داهم تتحس بروحها في خطر داهم تنظر لك البوطن في المركز دي راكت يكون خاص كما تعملوهم توقل اللي هون في ضد المرأة وكذا يخرج اللي قاعدة المرأة هذيك بش تتعرض العروف داهم وتخرج لها فانتنا رشان يخرجوا لها موتار بسرعة كبيرة هذي موجود في فرنسا وكل ستة شهور وكل جمهورية يجدلها كل هاتف الجوال اللي عندها هذيك جيز تنزل على بوطن يخرج لك يعرفوها اللي هي في خطر داهم وهذا جاء عند جمعتين التالي مرأة منعوها من القتل من الموت في فرنسا رجلها ولا طاليقها ولا كذا يجيب فرد بش يقتلها فاقت به سكرت على روح البيت شرطة علش السلوسيون هذي ما يساعد نويش في تونس متلا هاو حل ساهل ينقص الناس هو حل ساهل اما نتصور اداريا معنايا كيفش نحكو على الحل هذا في تونس اكيد مش تخرج باشا تعطيلات وشوال يحديث على ميزانية وامكنيات البلاد ولو انو الذات البشرية وانو نخفهم من نسبة الجريمة الى النص وانو ما عادش مجريمة في بلادنا يظهر لي يستحق الموضوع شوية عن الاستثمار بطريقة هذي ولا هذا الاستثمار لا تدعي بشي منع مئات الارواح المشكلة احنا في تونس اللي نجم يردهم على ارض الواقع هذيك المشكلة وموضوع اخر ان شاء الله نهار يقول شنه الحلول بش نحسنه لدارة تونسية طماطية وحلول به يا برشا هذي هذي سوليشون كبيرة احنا حل كما هات عليش ما يتنفج في تونس وبعد نخدمه على الاطفال متاع الجمهورية التونسية اللي التوى 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 يتكون في المخ انا قيمة عامة داخلين انا مشيت القرية القيمة عامة في الليشي طفلة فانتي داخلة بلاش طبلي يا رجعتها ادوليسان تخرجتها مطلش وداخلين لوليدة عادي قطلة بلاش نسلك مادام عليش خرجتها للشارع والوليد فطلبوا همش كيف كيف ومن غادي يبدأ من غادي تبدأ الجريمة راملي بتي دي تاي راملي جابونيكي خدموا بشي حولوا للمجتمع المتحذر خدموا على دي بتي دي تاي صغار حاجة توقف المخ كيفاش عبد كيفاش يمن عبد بش حشيك بش ما يبزقش الشارع بش انسان يمشي معنط هل المورال فما نقطة اخرى يا انور من عرش اذا تشترني فيها الرعي احيانا المجتمع متاعنا يخل ينسي هذومة ليتعرضوا في العنف اللي هما مشروع ينجم يكونوا ضحايا قتل المجتمع متاعنا والعيلات متاعنا بالنسبة لهم يلزم المرأة ليتتعرض للعنف ما تشكيش وما تدخلش زوجها او والدها او حد من عائلتها ليهدت فيها يمارس عليها العنف ما يزميش تشكي به خاطر هي ذاعي ولكن من بعد نقواها تكون وحدة ورقم من ضحايا العنف ايه صحي دو فولين نخدمو عليهم توقيف النزيف بحلول فمثنية عملية والخدمة على البيبينير اللي امورها متوى خمسة سنين وستة سنين وسبعتين وثمانية سنين ما تحاولو الموجودين ما يلزم الخدمة عند البيبينير تفاش تويكة مثلا نجمي بذل ها يكون بول دو نجمي أنا بشوية امتدي تا يمتدي تا للي الوليد هو من الصغرى يشف روحه السيبرير على على الطفلة انتي شوف أنا أعطيك مثال هنا كيظلي أوليد مخنف يكرهو عليش خطره تشبه الطفلة وكيظلي الطفلة ما انت عندها هرمونيك ذكرية زيدة يوالي بوعه ويمعلمه وياكذا وياكذا هذي يبندي العقلية الذكورية يزم تصالح في بي العقلية يزم تخدم عليها يزمها باشا خدمة وراهو يعتيك صاحة مجيدة على الأفكار هذي الكل رأى المجتمع المدني قاعد يقوم بدوره هذي نشوفه في حتى الاحسائيات تجي منها مباشرة محاولات ولكن المسؤولية الكبيرة على الدولة وحدها متنجمش اما لكن زيدة يزمها تورينها بعض المحاولات ينجم يكون عنا قوانين ولكن يزم تطبق القوانين هذي كما يلزم الحملية التحسيسية التوعوية اللي معادش نشوفه فيهم لازمهم زيدة يرجعوا ويكونوا موجودين يعني نحكيوا على مواضيع اخترا برشا تمس من بلادنا من نسينا من كلنا نجم ونكونوا خايفين على أفراد عائلتنا وقتلين نحكيوا على الجريمة بصفة عامة وخاصة نحكيوا على تقتل نسي نمشيوا بالاسم المدخلسي هنا بشفة سمان زود حديث هي الاشكال هذا تم وسائل وقائية وتم وسائل العينة جاية فيما يتعلق بالوسائل الوقائية أنا رفيه أنا مدام جسي أفوكار وانا عبارة عيش عبارة عيش معهم يعني يوميا ليكوبلو بما شكلهم الاشكال الاساسي اللي رفيه أنا وأنه طو انسان بش يصل يقتل زوجته إشن هو اللي خليه يقتل زوجته نعم شخص مش متفهم مع زوجته يبد علىها يمش يقوم بإجراءات إطلاق يمش على رحو إما هما في تونس الكثارية يلقى روحهم بالضرورة يقعدوا يعني مع زواجهم عليش خاطة تم كيف كيف سي براسيون ثم منح السكن ثم جراء عمورية ثم نفقة ثم كذا يعني صعبوها برشا الدرجة وأنه يلقى روحه يعني مع زوجته وأبليجي عليه شخص يعني ما ينزموش اتهم مع بعضهم ولكن يعيشون مع بعضهم رجال خايفين من كلمه وميديات وانسي خايفين من الوصم في المجتمع زي داب ميحبوش يحملوا لقاب متلقة ما لغزمان لليوم هذي فمن أو من فيخيروا يقعدوا تحت نفس وثقاف ولكن مش متخدمين هما يؤدي مستخدمين كما يتعلق ما قبل يعني الجرائم هذي بنسبة فيما يتعلق الوسائل اللي هنا جي أنا رأى رأى طوى كيف يقتل روح مشارية هو غلط والدولة كيف تحكم عني بن عديم تغلق الدولة نفس الخطاء اللي وقع فيه شخص هذا واصلا حتى بكري تقول شكرا زينة طمش كون يدها بريء تظهر برأته بعض الجريمة هذا كيف عملنا فيه كيف يسير العديم من لها أخرى دراسيات السيسيولوجية كلها أسست وأنه كالردع لا يقوم بالوظائع بالردعية والدليل مثلا أن فبرش الدول العربية فيها العديم ونجراء مزيد زيد بعض المقاطعات في الولايات المتحدة الأمريكية يتبق حكم الأعدم ولكن زيد الجريمة في تساعد في الولايات هذه دراسية علمية يعني دولي تكونون أذية الجراء مفاهة يعني منحة وما يتبقوش الأعدم يعني الأعدم هذه عمر ما يكون حال لأن الرغم إنسان كيف يخطي الإنسان هو غالص والدولة إليكن تبقى الأعدم بش تغلط نفس يعني الخطاء يزهيق حتى من منطلق آخر أستاذ حتى العيلة عيلة الضحية أو عيلة المتوفي نتصور بالنسبة لهم وأنه الشخص اللي قام بالجرم يعدي عمره في السجن أحسن من أنه يتم إعدامه وتمتهي حياته ويوفى الألم ممتاعه حتى نحكيه على تشفي بين قوسين فإذا عدي بقية حياته في السجن فبش يكون هون المقابل خلص أكثر في الفاتورة الجريمة ولا ليه أنا بش نعطيت حالة عاشتها أنا شخصيا الحالة هذه أنا نبط نبط شخص يعني قبل زوجته ومشيت بشنوبه ريتش الفانين تاعه يجي يقولولي أستاذ رو يوميا كل ليلة كس سواء والدته كس سواء يعني شقيقه يقولولي يوميا وقت ينرخده نحن مبروحنا أحنا اللي شعفونا يتنفذش اللي عادين في تونس رو جوست حكمك هو ما يتنفذش روك ومشيت يتفصل لهم يقعدوا كل ليلة انتك توقيح دي هذا ما يعرش ما يعرش مش نتخل تعرف اللي ما يتنفذش حكم العادين في تونس يتحكم بيه ويظهر لي أستاذ ولو إنه طوالنا في النقاش بما إنه ما يتنفذش من المفروض يتم حذف العقوبة هذية هذية نقاش قانونية نرجو مع كنت ومباقية الأسئذة نتسئله عليش موجود الحكم ويتحكم بيه ولكنه ما يتنفذش عليه ما يتمش حذفه هكا في كليمة والله ما يتمش حذفه خاطر ممكن مشرعة تونس يرى وأنه يعني يبدأ موجود لمجرد وجود ويقوم بالردع اللي هو مش صحيح مثلا حتى سبب يخلي المشرعة يعني يبخي على شريمة العديد بالعكس احنا مخارفين في عدة منظمات دولية وكلهم يعني يفرضوا أنه عقوبة العديد تلغى تماما وهو شيء هذا ما صار الشيء المعاهدات الدولية هي أقوى من القوانين العادية والقوانين الاساسية والقوانين المسترتيبية حتى قانونيا يعني غالفين شكرا لك أستاذ عمر من نيبل شكرا لكم على الاستماع الناس لكل باش اتسالية اليوم وبرش عراء مختلفة حكينا على موضوع قتل نسي رقم خوفنا جينا نحكيو على خمس جرائم قتل في حق نسي في الشهر وعشرين يوم تقريبا هذوم بش نختمو موضوع هذي خاتفة مديدكاس جينا واللي هو جيهن تقول جيد بحث شكرا مادئة مان inclusive جيد